الصحفي الصهيوني ايدي كوين المقرب من النظام الصهيوني المحتل في فلسطين الحبيبة ما زال بيهين حكام العرب قبل سنتين تقريبا خرج فيديو لهذا الصحفي بيصف عبدالفتاح السيسي ان صهيوني اكتر من الصهينة نفسهم خلال الايام والشهور اللي فاتت تغريدات كثيرة بيظهر فيها ايدي كوين وهو يهين حكام العرب تحديدا محور الشر سواء كان محمد بن سلمان او محمد بن زايد وعبدالفتاح السيسي بطبيعة الحال ايضا يهين بشار الاسد وما يفعله بشار الاسد دائما ايدي كوين يصور هؤلاء الاربعة على انهم خدام لدى الصهينة فيما التزمت خارجية الدول الاربعة الصمت حيال ما يقوله ايدي كوين خلال الشهور الماضية اخر ما قاله ايدي كوين كان هذا الاستفتاء على حسابه على تويتر واللي قال فيه هل الحاكم العربي مستعد مقابل كرسي الحكم ان يبيع وحط مجموعة من الخيارات وطنه شرفه زوجته كل ما اعلى بعد اقل من اربعة وانشرين ساعة على وضع هذا الاستفتاء كانت عدد التغريدات وعدد التسويطات تجاوزت سبعة تلاف خمسمية واحد وسبعين صوت او تسجيل عشان ييجي وطنه بنسبة تلاتة عشر في المية شرفه تلاتة وخمسة من عشر في المية زوجته اربعة وستة من عشر في المية والنسبة الاكبر كانت كل ما سبق بنسبة تمانية وسبعين وتسعة من عشر في المية ليبدأ ضج على مواقع التواصل التمنعي الاف الردود على ايدي كوهين اما بالسلب والدفاع عن حكام العرب او البعض يقول ان هؤلاء الحكام انما هم نتاج ما فعلوا الكيان الصهيوني في الوطن العربي البعض ايضا رد على ايدي كوهين باستفتاء مشابه قال له هل الحاكم الاسرائيلي مستعد يبيع ايه مقابل كرسي الحكم بلده شعبه ارضه امه اخته امراته ولا جميع ما سبق وكانت النتيجة جميع ما سبق بنسبة خمسة وتمانين في المية بعض من هذه الردود على ايدي كوهين كانت بتقول جويت بيقول لاول مرة اشاطرك الرأي والسبب لان الحاكم العربي الذي تقصده تربى باحضانكم واوامروا منكم ودموا الذي في عروقه من سلالتكم اتشي اس بيقول هذا الحاكم اللي انتم ترضون عنه وترسلونه اما من يصل عن طريق شعبه لا يهمه الا شيء واحد هو تحرير ارض الصراء او الاسراء من دناسكم وسيأتي باذن الله صاحب التغريدة بيقول انتم اعرف بيهم لقد نالوا الشرف على ايديكم العنابي بيقول لماذا لا توجه هذا السؤال الى نتنياهو ولماذا قبض الرشاوة والتهم بالفساد وعلى اموال وحصل على اموال بطرق غير مشروعة حتى يبقى على كرسي الحكم لماذا يا ترى خليك في حالك او باب المجار مخلع بهذه الطريقة رد الاف العرب على ايدي كوهين الناشط الصهيوني والصحفي الصهيوني بسبب اتهامه وبسبب ايضا تطوله المستمر على الحكام العرب لا سيام هؤلاء الاربع واللي وصفهم مرارا وتكرارا ايدي كوهين بانهم عملاء للكيان الصهيون